استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرتين مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات وسلطنة عمان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي بلغ 579 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر